سجل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في محافظة العقبة أعلى مستوى له في تاريخها وبلغ 130 ميجاواط بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي وصلت إلى نحو 43 و 46 درجة مئوية مدير شركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس عدنان الهبابة أكد أن نظام التوزيع يعمل بكفاءة وأكد استعداد الشركة للتعامل مع الأحمال في العقبة خاصة مع توقعات باستمرار زيادة الأحمال الكهربائية بفعل الموجة الحارة وأوضح أن الشركة عملت محالة انقطاع واحدة للتيار الكهربائي في إحدى المحطات المغذية للمنطقة العاشرة والشرقية عند الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وعملت كوادر وطواقم شركة توزيع الكهرباء في العقبة على معالجته وإصلاحه في وقت قياسي في مدينة العقبة خلال موجة الحر التي اشتاعت المدينة هذا الأسبوع 130 ميجاواط وكان بحدود الساعة الحاديات عشر مساء وهذا الحمل هو الحمل الأقصى في تاريخ مدينة العقبة الورش الفنية العاملة في مجال الطوارئ تم تدعيمها وزيادة مدة عملها وتعزيزها بكادر من المهندسين لسرعة معالجة الأعطال